السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرتكم ان شاء الله ندروا أخبار عن المنتخب المغريب تحت 17 سنة والد الرقراجي عبد الرزاق الحمد لله الويداد البيضاوي الجيش المالكي نهضة سبركان غن بدأوا معاه المنتخب المغريب تحت 17 سنة اللي حقوا التأهل لمباراة النهائية بعد فوزهم على المنتخب اليماني بهدفين اللي صفر كنت منناولهم التوفيق ويفوزوا باللقاب كاس العرب تحت 17 سنة اللهم بارك وزيد في ذلك بالنسبة غير لعبوا مع المنتخب الجزائري المباراة النهائية المنتخب الجزائري اللي يفازوا على المنتخب السعودي براكلة الجزاء وكنتمنىوا لأشبال يونا ياخدوا اللقاب ونفرحوا معاه بالنسبة لولد الرقراجي غير استدعي 33 اللاعب القائمة الموجس ساعدية اللي غيرتكون في المجمع المقبل للمنتخب كنتمنىوا لهم الصراحة التوفيق لولد الرقراجي في المسئولية اللي يشد على المنتخب صراحة مسئولية قيلة كما نقوله ولكن والد الرقراجي كما نقول ساعدية الجمهور وأول ناخب وطني اللي يجمع كامل من الصحافة من الجماهير من كل شي وكنتمنىوا لتوفيق بالنسبة لولد الرقراجي بغير يدير مباراة ثالثة وغا تكون أمام منتخب القاطري وتشلق لأنه في عادية الصحف تأكد ذلك بالنسبة لما سينات الصعب مع فريق عودة نزيل إيطالي والد الرقراجي في ورطة للقلاعيب ظاهر أيصر وتشلشنا حمزة من دير على فهم وقال أنه غيش بغيش يلعب في المنتخب وقائم الموج الساعة بالنسبة لفريق الويداد أو الفوز الحامل اللاقب بالدوري المغربي كيفوز على فريق الدفاع الحساني الجديدي بثلاثة الأهداف ليصفر كما شفنا فريق الويداد يستحق الفوز على فريق الدفاع الحساني الجديدي قدم أداء فريق الويداد جيد بالتعطر في الجولة الأولى بالتعادل أمام فريق الفتح بهدف مقابل هدف أي من الحسون الشجل أجمل هدف صراحة هدف رائع ويستهل كل سهل بالنسبة لعبد الرزق الحمد لله قارب من تقال فريق الويداد كإعارة لنصف الموسم وكانت منه صراحة عبد الرزق الحمد لله إلاجا فريق الويداد صراحة يعطي إضافة كبيرة للدوري المغربي بعد ما شنا الشائعات اللي خرجك تقول غير جاء الفريق السابق أولمبيك آسفي وهي شي اللي ما تأتيش بعد ما خرج رئيس أولمبيك آسفي وقدب الشائعات وكانت منه صراحة عبد الرزق الحمد لله إما يجي الأولمبيك آسفي وللويداد غير أعطي إضافة كبيرة للبطولة الوطنية بالنسبة لمباراة نهضة بركان والجيش الملاكي ليشهد التعادل والهدف مقابل هدف المباراة للي كانت مقدمة هو الويداد على حساب كالسوبير بالنسبة لجواد اليامي قلي ملعبش المباراة بالنسبة الأنور تهامي تهوى ملعبش المحترفين ديال فارق بلد الواليد بالنسبة لزوهير فضلته هو ملعبش صراحة خسارات لتدلعبين في نصف الفارق ملعبوش وفاز فارق بلد الواليد بهدف للسافر بالنسبة لأمين حارس كما شونا أمين حارس اللي قدموا فارق رئيس مارسيليا قدمت لتدلعبين الملتاحقين بالفارق وآمن حارس كان بينهم وقالت صراحة لأنه دهن ديالو كيشغلو كاس العالم وباغي يلعب مع فارق وقال إحنا غادروا يغاللعبو وغاليكون التناوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته